مساء الخير أحبائي ومشاهدي ومتابعي نبض الملاعب في كل مكان حلقة جديدة من نبض الملاعب ومليوم مبروك للمارد الأحمر الدرع 42 في تاريخ الدوري العام المصري البطولة المحببة لجماهير النادي الأهلي والأهلوية البطولة المحببة لمدربين وناشئين ولاعبين وكل من ينتمي للمارد الأحمر القلعة الحمراء النادي الأهلي المصري سطر النادي الأهلي وفريق هذا الموسم تاريخا جديدا من الأرقام القياسية في تحقيق هذا الدوري رغم الظروف والعقبات ورغم جائحة كورونا النادي الأهلي يتفوق بفارق كبير عن أقرب المنافسين بعدد النقاط تخيلوا النادي الأهلي حتى الآن لم يدخل في مرمى سوى 8 أهداف من 27 مباراة الأقوى هجوما ب63 هدف أرقام وأرقام وأرقام تخيلوا 61 دوري عام مصري النادي الأهلي حقق منه 42 ونادي الزمالك 12 لقب والنادي الإسماعيلي ثلاثة ألقاب وغزل المحلة والأوليمبي والمقاولون العرب كل منهم لقب وحيد هكذا هو النادي الأهلي الممثل المصري في البطولات الأفريقية اليوم 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 مبروك لجماهير النادي الأهلي والمارد الأحمر وكانت الفيديو اللي احنا بدأنا به ده كان من فريق الإعداد والمخرج الكبير وستاذ وليد عايزين نجري بقى بسرعة ونتكلم وحلقتنا النهاردة عن القسم الثاني وعودة القسم الثاني المفاجأة وقبل ما ندخل هنا بلحظات قليلة جلنا عبر التليفون دلوقتي أن مفروض المباريات طبعا القسم الثاني هتبتدي كان بكرة في مباريات اتأجلت اللي هي مباريات شبان إنا والبنك الأهلي والألمونيوم ونادي طنطة لظروف الأمن طبعا الموضوع طبعا فيه فرق راحة عسكرت زي فريق البنك الأهلي عسكر كان موجود في إنا من مبارح هيتطر يستنى يوم كمان طب لحد النهاردة ما فيهش حاجة رسمية من اتحاد القرى المصري تقول أن فيه تأجيل المباراة ولكن كل ده كان عبر التليفون ما زالت العشوائية موجودة والتخبط موجود المفروض يكون فيه اختار من الأمن من البداية أو التواصل مع الأمن من البداية فالتقصير كبير جدا من لجنة مسابقات القسم الثاني والبداية غير مبشرة يعني كمان تكافؤ الفرص هكون معدومة في الجولة الأولى بعد توقف كورونا بالنسبة لمجموعة الصعيد قبل ما نخوض في الليحة وغمضها في مجموعة أو قسم الثاني دوري أو قسم الثاني معنا تقرير صوتي عدتهن يارى دايم عن انطلاق أو عودة القسم الثاني من جديد نروح نسمع ونشوف التقرير ونرجع تاني انطلاق دور القسم الثاني بعد غياب طويل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد تعود فرق المقدمة من جديد للتنافس من أجل نيل بطاقة العبور للدور الممتاز ويشتد الصراع بين فرق المؤخرة بالابتعاد عن دائرة الهبوط الكل يعلم أن هناك ثلاث فرق صاعدة ولكن عدد الفرق الهابطة في مهب الريح شكرا زملتنا يارى دايم زي ما قلنا موضوع التأجيلات عايزين نتكلم في حاجة مهمة جدا تخيلوا أي مسابقة موجودة في العالم في كرة القدم على مستوى العالم بيتحدد من أول دقيقة من الصاعد ومن الهابط كنفلية حديث قبل مطلع هوا مع العديد من أندية اللي هي بتصارع الهبوط الكل عارف ومتأكد أنه هو مش هيهبط هو فيه إلغاء للهبوط طب فين يا جماعة الليحة اللي مبداية الموسم الليحة بتقول خمسة يهبطوا وأول يصعد مباشرة للدوري الممتاز يعني هيكون فيه ثلاث فرسان هيمثلوا أندية القسم الثاني في الدوري الممتاز الموسم المقبل طبعا فيه كانت وعود من اللجنة الخماسية أثناء منقشة عودة المسابقة اللجنة كانت دايما بتتكلم مع الأندية وكانت بتتكلم معها فيه موضوع أنه إحنا إن شاء الله مش هيكون فيه وعدوهم ووعدوا بعض الأندية مش هيكون فيه هبوط إحنا عارفين الظروف ماشية إزاي ولكن في النهاية الليحة لحد دلوقتي فيه غموط كبير جدا ومش موجود معنا أي دليل قاطع عنها إنها الليحة تنفذ ولا لأ فعشان موضوع الليحة ده بالذات وتحديدا مباراة البنك الأهلي المباراة النادي البنك الأهلي اللي تأجلت منذ لحظات نطير بسرعة مع مدخلة مهمة جدا مع سيادة اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي سيادة اللواء منورنا ومشرفنا الله يخليك الزحمة بالتوفيق دايما إن شاء الله نرسي حضرتك سيادة اللواء منذ لحظات وعبر التليفون يعني مش بقى فاكسات رسمية قابلها بيومين أو تلاتة تم تأجيل أو ترحيل مباراة شبانئنا والبنك الأهلي ليوم السنين بدل يوم الأحد إن شاء الله بس رسالة رجلناش حاجة رسالة في جهة دلوقتي هو تم اختار حتى نادي الألمونيوم متهطة بتأجيل المباراة خاصة كمان الاتحاد الكرة واللجنة الخمسية كانوا بيقولوا إن عشان تكافؤ الفرص لازم المباريات هتكون في توقيت واحد ووقت واحد الله إن شاء الله احنا جاهزين بإذن الله طيب سيادة اللواء لقاحة المسابقات اللي بدأت من بداية الموسم وارصدت للأندية كاملة دلوقتي لو تواصلت مع العديد من الأندية خاصة اللي هم بيشبح الهبوط بيطردهم بيقولوا إن إحنا واخدين وعد رسمي وعد وكلام من اللجنة الخمسية بعدم الهبوط ولكن الموضوع ده ما كانش بشكل رسمي هل الموضوع ده موجود في العالم يعني إحنا شفنا لجنة مسابقات في العالم بتعلن عن حاجة زي كده لا فيش الكلام ده اللي احنا بنشتغل عليه كلام الرسمي لكن الواخدين وعد وقال ليلا وقلت له وكلام ده ما فيش احنا واخدين بعد من بسبقة استغنفت قالوا إن هي اللي حالة اللي احنا بدأنا بيها هي اللي احنا عنينه بيها تمام طيب ناتي البنك الاهلي عمل حالة السنادي داخل مجموعة الصعيد دائما وابدا او في المعظم الاوقات مجموعة الصعيد بيكون التنافس فيها من بدري خلصان يعني زي الاسيوتي والجونة كان كل دول بيخلصوا واسوان كل ده بيخلص بدري دخول البنك الاهلي في معترك منافسات المجموعة اعطى لها شكل كبير مع الالمونيوم بني سويف وشبان إينا الله الحمد لله يعني رجل السنادي احنا عندنا موسم كويس اللعيبة كانوا رجالة وعملوا شغل كويس وان شاء الله جيد لله نتنعها على خير ويكون ليلة فرصة في الصعود للمنفذ شكرا جزيلا سادة اللوة نورتنا وشرفتنا ودائم تكون معنا بإذن الله ودي كانت مدخلة مع اللواء أشرف نصار رئيس مجلس اصدارة نادي البنك الاهلي هو مفيش حاجة رسمية اتبلغ بيها نادي البنك الاهلي ان فيه زي ما بقوله المباراة اتأجلت لكن خلاص المباراة اتأجلت بالتليفونات ان خلاص المباراة اتأجلت هنروح نشوف المجموعة الاولى بسرعة اللي بيتصدرها بني سويف والبنك الاهلي برصيد 35 نقطة وهيكون معنا جدوى للترتيب على الشاشة بني سويف 35 نقطة البنك الاهلي 35 نقطة الألمونيوم 32 نقطة شبان انا 31 نقطة لاربع فرق دولة هما اللي بنفسوا على بطاقة التأهل الدوري الممتاز بينما ديروت وطهطة في قاعة الجدوى 11 و 10 نقاط خلاص يعتبروا دول اللي سلموا من بدري ومواجهات البكرة ان شاء الله خلاص اللي فيه مواجهات هتتلعب بكرة وفيه مواجهات هتتلعب بعد بكرة فيه هناخد مباراة سوهاج وتليفونات بني سويف المينيا والفيوم وبني سويف وديروت بترول السيوت والإعلامين شبان انا والبنك الاهلي الألمونيوم وطهطة ودي المباراة خاصة بالمجموعة الأولى مواجهة شبان انا والبنك الاهلي مواجهة المربع الزهبي للبطولة يعني مباراة قوية جدا يفصلهم عن بعض حوالي أربع نقاط ما بين البنك الاهلي وشبان انا مباراة في ملعب شبان انا مباراة قوية جدا المينيا والفيوم شديد انا وقرم جابر فارق النقطة الوحيدة المينيا في المركز التاسع والفيوم العاشر والفريقين في دائرة الهبوط والفوز لأحد الفريقين يبعد مؤقتا عن خطر الهبوط الإعلاميين بقيادة الكابتن أحمد صالح في مهمة صعبة أمام بوترول السيوت أبناء كابتن محمد عبد السميع سهاج سابع الجدول للترتيب 22 نقطة ولا يزال في دائرة الخطر أمام التليفونات بقيادة الكابتن أبو العنين شحاتة عدد أهداف اللي تسجلت في المجموعة دي 202 هدف أكتر الفرق إحرازا للأهداف بانيس ويف 23 هدف أقل الفرق اهتزت شباكها هي بانيس ويف وهي الأقوى دفاعا أكتر الفرق فوزا بانيس ويف والبنك الأهلي والألمونيوم 10 فوز لو عملنا كده نظر ملاعب عملت إحصائية لوع كل فرق المنافسة اللي هما العدد الفرق الأربعة المنافسة لعب المباريات القادمة بنفس نتائج الدور الأول نجد أن بنك أو بانيس ويف هو معه 35 نقطة وآخر مواجهاته كان جمع 10 نقاط يصبح 45 يعني لو إحنا خدنا من داية الدور الأول آخر خمس مواجهات في الدور الأول زي اللي إحنا دخلين عليهم دول هو جمع 10 نقاط مع 35 يصبح 45 البنك الأهلي نفس الموضوع معه 35 وجمع 10 بنت الدور الأول يبقى 45 الألمونيوم هو الأكتر وجمع 13 يعني 3 فرق هيكون 45 نقطة 3 فرق عايزين نجري ونروح للمجموعة التانية ومعانا مرسلتنا صار منتصر المجتهدة جدا منورانا ومشرفانا يا صار حياتي حضرتك يا كابتر أحمد بكل مشاهدناك الكرام يلا يا صار أكلمين عن المجموعة التانية وشدة المنافسة اللي سراميكا فرد أو بسهولة فرد في بطاقة منايل بطاقة الدوري الممتاز مبكرة يعني يا كابتر إذا قلتنا هتكون عن مجموعة الكاهرة وصرا الصعود بالدوري الممتاز والهبوط الكثة الثالث طبعا المنافسة مشهلة جدا زي ما حضرتك قلت وأكيد هيكون في حسابات الثانية خصوصا بعد العودة من فترة التوقف في إناف الدوري بالنسبة لمجموعة الكاهرة هيكون يوم الاثنين بإذن الله هبدأ مع حضرتك بقى بالاستعدادات بالنسبة الخرق اللي بتناخذ على الصعود نبدأ بفريق كابتن هيسان شعران يعني بيقدم مستوى أكثر من المستوى طبعا بيحتل صدر المجموعة باثنين وثلاثين نقطة بالنسبة للمباريات الودية والمعسكر الفريق شارك بتعادة مباريات الودية بعد العودة من فاتر التوقف أهمها كانت مع البنك الأهلي ومصر المقصة والنصر وخذ الفريق معسكر مغلق مدينة الأسفندرية وشارك في أربع مواجهات ودية مع فرقة كبير طبعا يعني كانت بتنتهي بالفوز بالمكسب والخصارة بالنسبة بقى ده بالنسبة لتراميكا بالنسبة بقى الفريق الداخلية هو وصيف المجموعة برصيد وشهر 30 نقطة اللي بيكون تحت قيادة كابتن هشام زكريا طبعا الداخلية زي محركة تعارف هو الأقوى هجوم ب26 هدف بالنسبة للمعسكر المباريات الودية الفريق أقام معسكر بعد العودة من فترة التوقف كان المحلم طبعا كان مباريات تانية مع التحاد الشرطة وبلدية المحل بالنسبة لجوالات المتبصية بإذن الله لفريق الداخلية هتكون مع منتخذ السويس والنجوم والمريخ جمهورية شبين وأخيرا النصر نيجي لبتروجيات المنافس الثالث وأبناء كابتن على عبد العام طبعا برصيد 29 نقطة يعتبر فريق الداخلية هو الفريق الأقوى دخاعيا يعني يا كابتن ما دخلش ما دخلش في أهداف غير دسعة أهداف بقط لاب الفريق العديد من المباريات الوزدية كانت مع البنك الأهلي والفريق الشرقية وفريق الشرطة العرائية وحقق في أغلبها الفوز بالفوز الأبرز كان على القناة بالنسبة بقى للمعثر كان ليه معثر السماعيلية أتكلم بحضرتك عن السمس جوالات المتبطية لفريق بترشيف هيكون مع الترسانة كوكاكولا منتخب السويس النجوم وأخيرا المريخ ده بالنسبة للفرق اللي بتنفس على الصور بالنسبة بايكة تنحمد يعني سراع الهبوض هو على صفيح تاخن جدا والكل بينتظر الشواكيش يعني نادي الترسانة التاريخ الكبير والعريق وعنده مباراة قوية جدا مع أحد أضلاع الفرسانة التلاتة اللي بنفسه على بطاقة التأهل وهو أمام مباراة بترشيف في مباراة جامدة جدا بالضبط يا كابتن يعني الكل مستغر منترسانة خصوصا الموسم ده بينخص على الهبوض والموسم اللي خات والموسم اللي قبله كان بينخص على الصقود فالمباراة بالنسبة لهم هي مباراة قوية يعني بيحاولوا بقدر الإمكان أنهم يعودوا في القوية الثاني الموسم ده تمام يا سارة بشرح وافي ودايما معانا في حلقات جديدة وتحليل لأبرز نتائج الفترة اللي جاية لمجموعة المجموعة التانية مجموعة القهيرة والقناال شكرا جزيلا يا سارة زي ما زملتنا العزيزة سارة وكلمت عن مواجهات الجولة التانية وزي ما قلنا أن المباريات بتاعة الممتاز بيه خلاص احنا ان شاء الله نهاردة الحلقة كانت مخصصة للممتاز بيه أبرز المباريات زي ما قلنا بترجدته ترسانة كل في انتظار مصير الشواكيش مش مسدقين الترسانة العريق الكل مصر بتحبه أهلاوي زمال كاوس معلاوي محلاوي نفسهم نادي ترسانة يعود من جديد وسط القبار قدامه مباراة هامة ومصيرية أمام بترجدت سراميكا فرط في انهاء المنافس المبكرة سراميكا كان محلق منفردا بعيدا عن السرب كاملة وكلنا توقعنا ان سراميكا أول واحد صاعد للدوري الممتاز ومعه 32 بونت والداخلية 31 وبترجد 29 مباريات هتبقى صعبة جدا جدا الداخلية ومتخب السويس مباراة أيضا صعبة يعني بنصح كل المشاهدين متابعة دوري القسم الثاني مباريات الميزة في القسم الثاني كل المباريات أو معظمها للأندية الشعبية صاحبة الجماهيرية الكبيرة والنصر والمريخ ودائما وأبدا المبارياتهم بيكون فيها حسابات خاصة من أرقام المجموعة سجل في المجموعة دي 197 هدف عدد المباريات الفوز 63 وعدد مباريات التعادل 78 تعادل يعني عدد المباريات اللي انتهت بالتعادل 78 و70 مباراة وده أكبر تعادل في المجموعات الثلاثة هدف والمجموعة علي حسين الداخلية سبع أهداف ومحمود سيد النصر في ثمان أهداف وعلي حسين الداخلية سبع أهداف أحرص خمس أهداف وهو في الداخلية وهدفين وهو في السويس في انتقالات أشرتوية مجموعة ضرب النار ومجموعة بحري ويتزعمها نادي ألعاب ضمنهور وهنشوف معنا جدول الترتيب ألعاب ضمنهور تلاتة وتلاتين نقطة غسل المحلة اتنين وتلاتين نقطة فرقه اتنين وتلاتين نقطة المنصورة تلاتين تخيلوا أن أربع فرق بتتنافس على الدوري أو نيل بطاقة التأهل الدوري الممتاز الفارق ما بينهما سلاسة نقاط والعجيب والميزة الموجودة في الدوري البحري أو مجموعة بحري إن ضمنهور نادي شعبي غسل المحلة شعبي المنصورة شعبي فيه تلاتة بيتنافسوا مع فرقه للصعود للدوري الممتاز مليت قفر الزيات للأسف هي وبيلا ودعوا ورفعوا الراية البيضة من بدري معانا أرقام أو بعض الأرقام عن المجموعة التالتة عدد الأهداف اللي أحرزت 216 ويأعلى نسبة تهديف في المجموعات التلاتة الرجاء هو أكتر فريق أحرز أهداف في المجموعات التلاتة وأحرز 27 هدف عدد مباريات اللي انتهت بالفوز 72 عدد المباريات التعادل كانت 60 الهدفين أحمد رجب هريسة المنصورة 9 أهداف وعلي بهيج فاركو 8 أهداف جرينا بسرعة واتكلمنا عن بعض المباريات القادمة في الجولة القادمة لدوري القسم التاني دوري ممتع جدا جدا أنا بنصح أنديت الدوري الممتاز فين محللين الأداء فين مساعدين المدربين فين رؤساء قطاع الناشئين من الدوري الممتاز به روح اتفرج على المباريات من الملاعب هتلاقي كنوز وكنوز وكنوز مش هتستنى تدفع ملايين الملايين عشان تجيب لعيب من الدوري الممتاز انزل وهاتك أنا كان بيعجبني جدا الكابتن حسام حسن كان بينزل هو الكابتن إبراهيم وانا كنت بشوفهم في الملاعب بما اني كنت دايما متابع لأندية القسم الثاني كانوا بينزلوا وبيجيبوا لعيبة لو انا ذكرتلكم عدد اللاعبين اللي شاركت في الدوري الممتاز من القسم الثاني حدث ولا حرك دلوقتي فيه كله جدا جدا نابعة ان ما فيش متابعة الكل دلوقتي بيجيب في أندية الممتاز او المعظم بينقي ويجيب من من بره او اللعيبة السوبر النادر اهلي ونادر الزمالك عندهم عيون جندة جدا لو نزلوا وشافوا اللاعبين الموجودين في على ساحة دوري القسم الثاني هيلاقوا كلام محترم جدا ولعيبة على اعلى مستوى دوري القسم الثاني هذا الموسم الكل متشوق لمعرفة منهم السلاسة فرسان اللي هيكون زي ما بيقولوا هيمثلوا من داتي القسم الثاني الموسم القادم في الدوري الممتاز المصري عايزين نتكلم بقى في اخر حاجة لان وقتنا دايما بيجري معاكم وبتوحشونا من الأسبوع للتاني لازم نحط ليحة من دلوقتي هو المفروض اتأخرت بس نلحق ما يمكن انقاذه يعني ايه عايزين نلحق قبل ما القطر يفوتنا النهاردة الاندية مش عارفة هي هتطبق الليحة هنهبط ولا مش هنهبط خلاص ومعرفين ان واحدة يصعد دلوقتي الوعود اللي تقدبت للاندية ان مفيش خمس اندية هتحبط لا ممكن يبقى في اتنين وممكن نلغلق الهبوط الكلام ده غير وارد في اي حتة في الدنيا الفيفا لما بعت الخطابين الخطاب الاولاني كان تحذيري الخطاب التاني كان شديد اللهجة وقال للاجنة الخماسية انتو عملتوا ايه من الطلبات اللي انا قلتها من ضمنهم تطبيق دوري المحترفين لاندية القسم التاني طب انت السنة الجاية انت محضر هيبقى فيه ثلاث مجموعات للقسم التاني طب اقول لكم على مفاجأة القسم التالت لحد النهاردة فيه اندية بتتمرن وهي صعدت يعني الاندية هي صعدت اساسا من خلصت يعني عندنا مثلا نادي زي انا نادي محترم جدا فرقه بينه والوصيف عشر نقاط هو مش عارف قيادة الكابتن محمود ابراهيم فهو مش عارف ازا كان هيلعب ترأي ولا ازا كان هو صعد مباشرة للقسم التاني حددوا ايه الموضوع من البداية يريد الرسميات من البداية للنهاية تكون واضحة لكل الاندية عشان تستمر المنظومة الرياضية المصرية بلا اي مشاكل وبيلا اي جدل وقتنا جري بسرعة بشكر كل القائمين على البرنامج بقيادة المخرج المبدع الساذة وليدة عمار منصك منصك عامل برنامج الساذ شريف خطاب والساذ وليد عمارة المبدع طبعا المخرج بتاعنا وشريف خطاب منصك العام يارى دايما مديرت التحرير ياسين شهاد في الاعداد طريق صادق واحمد عصران نشوفكم بإذن الله الحلقة الجاية